حصلت أخبار الآن على 1700 وثيقة مسربة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي تظهر أسماء مقاتلين ينتمون إلى التنظيم إضافة إلى تفاصيلهم والمعلومات الخاصة بهم الوثائق كشفت عن وجود ثلاثة مقاتلين أفغان الأول كان يعيش في كندا والثاني في فرنسا والثالث في ألمانيا ولم يرد ضمن الوثائق أي معلومات عن مرتكب الهجوم الذي استهدف ملها في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم عمر متين شكرا